أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين حفلة تشين إعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية تضمن إعلان مملكة البحرين خلال الحفل عددا من المبادئ تشكل رقائز التعايش كمنهج للسلام في العالم والتي تنطلق من أسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم وذلك بحضور مختلف الأطياف من السفراء والديبلوماسيين والمسؤولين يأتي إطلاق هذا الحدث المهم من القاهرة نظرا لمتانة وعمق وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية مما يجعلها نموذرا للعلاقات بين الأشقاء على مختلف المستويات تشين إعلان مملكة البحرين القام على قضايا التسامح والتعايش والمحبة والعلاقات الإنسانية الجميلة طبعا هذه الإعلان تم إطلاقها من فكر وفلسفة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين قبل ست سنوات وانطلق من الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوروبية واليوم نحن نشوفها في المنطقة العربية طبعا أهداف هذه الإعلان هو تعزيز العلاقات الإنسانية بالبشر وهناك طبعا مراحل كثيرة يمر فيها الإعلان من إطلاق الإعلان ومن ثم إلى التدرج في وضع البرامج المركز اليوم يشرف عليها نحن اليوم نفخر بهذا المركز مركز التعايش إلي دور كبير جدا لترسيم مفاهيم جديدة عربية من خلال توجيهات جلالة الملك المعظم لدور الإنسان ودور التعايش بين الشعوب التعايش بشكل مختلف التعايش بشكل سلمي وبمفاهيم إسلامية مرتبطة بحقوق الإنسان طبعا نحن اليوم متواجدين في القاهرة ما نمثل نفسنا ومناصبنا ولكن نحن اليوم نمثل الشعب البحريني متواجدين في القاهرة ننقل لكم رؤية سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ننقل رؤيتها التي نريد أن نوصلها للعالم كافة وللوطن العربي خاصة وهي رؤية التي تعتمد على التسامح والتعايش وهذه من سمات أطبع أهل البحرين ومعروف عن البحرين أولا هي غريبة أصلا على أهل الخليج والعرب كاملة حفل تدشين إعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية يعني هو أمر أعتقد تلقائي وطبيعي خاصة وأن هذا الإعلان يتحدث عن التعايش السلمي وأكبر مثال عربي على ذلك هو جمهورية مصر العربية بما فيها من تاريخ يعني وخبرات سارة في موضوع التعايش السلمي خاصة أنها تجمع مختلف الأديان والطواف ترجمة نانسي قنقر